كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن تفاصيل وصول حنطة البلدة العلفية من البصرة إلى الرصافة مبينة أن كميات الحنطة التي خرجت من الميناء دون علم وموافقة الجمارك رئيس اللجنة طلال الزوبعي أكد أنه بعد توجه مختبر أم قصر لأخذ النماذج من أجل فحص باخرة محملة بأطنان من الحنطة تبين وجود حشرة في جميع عنابر الباخرة ووجود مادة البلدة العلفية مبينا أن النتائج أرسلت إلى بغداد وتم إرسال وفد من أربع أشخاص من قبل مدير عام تجارة الحبوب وفحص الباخرة وأوعز لها بالدخول إلى ميناء أم قصر الجنوبي وكشف الزوبعي عن تهريب نحو 190 شاحنة وبالأضرار المذكورة إلى الرصافة